الحمد لله الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ليس له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيارته أتى بالمحجة وأعقام الحجة وأشهد أن أمته وأشهد أمته على نفسه وأشهد أمته على نفسه عام الحجة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فالنصيحة المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله هي تقوى الله الخالق جل شأنه فالتقواه عدة للصابرين والذخيرة للمجاهدين والسلوان للمصابين ما خاب من اكتسى بها ولا ندم من اكتنفها بها النجاة في الأولى والفوز في الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم عباد الله اعلموا أن من سنة الله تعالى تفضيل شهور على شهور وتفضيل أيام على أيام فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فجعل أفضل الشهور شهر رمضان وأتبعه في الفضل الأشهر الحرم الأربع فقال سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم التوبة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه الأربعة فعن نبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القاعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري أيها المؤمنون ولقد حل عليكم أحد الأشهر الحرم الأربعة وهو شهر الله رجب الذي بين جمادى وشعبان ولقد علمنا أن له فضلا عاما لكونه واحدا من الأشهر الحرم الأربعة ولنتساءل هل له فضل خاص وهل لبعض أيامه فضل خاص وهل شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة فيه فلجوابا هذه التساؤلات فيما سيأتي عمد رحم الله تعالى اتشاهل اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر